في التقرير الخاص محكم عليه متحول جنسيا هل ينقل إلى سجن الرجال أم النساء تقرير جوال إزيلي إشكالية خارجة عن المألوف حيرت المحكمة العسكرية متحول جنسيا صدر بحقه حكم وفق أحكام القضاء العسكري في جريمة لا علاقة لها بتحوله جنسيا هنا ظهرت عقبة لا تتعلق بالعقوبة التي تطبق على كل فرد سواء كان رجلا أم امرأة إشكالية لدى المحكمة العسكرية اليوم في أي مكان يجب توقيف هذا الشخص يجب توقيفه في مكان وفقا لهويته بأنه ذكر في السجون المخصص للذكور أم يجب توقيفه في سجن مخصص للنساء كما هو يدعي وكما هو ظاهر أنه تحول إلى امرأة هذا السؤال المحير جعل المحكمة تعلق تنفيذ الحكم إلى حين اتخاذ القرار المناسب اليوم هي الكرة بملعب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللي هو عليها أن يستلهم شرعة حقوق الإنسان وأنه من الدستور اللبناني كمان هذا الشخص له حق الحماية يجب هو أنه ياخذ القرار المناسب اللي بيلاقي ضروري لحماية حرية هذا الشخص وكرامته الإنسانية يعني ما فيجي إذا هو تحول إلى امرأة يحطه بسجن الرجال لأنه قد يتعرض للعنف والتعنيف والآخر في هذا السجن وإذا بدي يحطه بسجن لنساء يمكن الدولة أو القضاء يقول لك أنا عندي شكل بهذا الموضوع أنا ما بقدر إخذ القرار المناسب هوني على القاضي أن يستلهم مبادئ حقوق الإنسان وأن يتوم بإتخاذ القرار المناسب يتوقفه ممكن توقفه انفرادة بشكل انفرادة بس بدون ما يكون يعني يسئل أو يؤثر عليه بمعنى أنه عادة هو الحبس الانفرادة هي عقوبة مشددة سبق أن صدر حكم عن القاضي المنفرد في المتنجد دحداح عام 2014 كرس حق الأشخاص الذين لديهم اضطرابات في هويتهم الجنسية أن يختاروا الهوية الجنسية التي تتوافق مع ميولهم وتكوينهم الطبيعي فشرعة حقوق الإنسان تحمي حقوق الفرد من دون تمييز جنسي إذ لديه الحرية الكاملة في التحول جنسيا وفي وقت يلتزم الدستور اللبناني بهذه الشرعة تبقى القوانين بحاجة إلى تعديل